صباح الخير صباح الخير صباح النور صباح النور ماذا تفعلين في عطلة نهاية الأسبوع؟ ماذا تفعلين في عطلة نهاية الأسبوع؟ ماذا أفعل في عطلة نهاية الأسبوع؟ عادة أستيقظ من النوم في الصباح الباكر عادة أستيقظ من النوم في الصباح الباكر أقوم ببعض حركات التمدد أقوم ببعض حركات التمدد ثم أتناول وجبة الفطور ثم أتناول وجبة الفطور وبعد ذلك أخرج للتسوق وأتناول وجبة الغذاء في مطعم قريب من البيت وأتناول وجبة الغذاء في مطعم قريب من البيت مع إحدى صديقاتي مع إحدى صديقاتي ثم أعود إلى البيت ثم أعود إلى البيت لأدرس طوال المساء لأدرس طوال المساء وفي الليل أشاهد فيلما كوميديا وفي الليل أشاهد فيلما كوميديا أما يوم الأحد فأنهد على الساعة الثامنة صباحا أعود وجبة الفطور أعود وجبة الفطور ثم أتناول فطوري ثم أتناول فطوري وأخرج لممارسة رياضة المفضلة الجري وأخرج لممارسة رياضة المفضلة الجري ثم أعود لأقضي باقي اليوم في البيت ثم أعود لأقضي باقي اليوم في البيت أتناول وجبة غذاء خفيفة أتناول وجبة غذاء خفيفة ثم أقرأ كتابا ثم أقرأ كتابا وأدرس بعدها طوال المساء وأدرس بعدها طوال المساء ثم أنام باكرا لأنهض وكل نشاط في الصباح الباكر لأنهض وكل نشاط في الصباح الباكر وأنت ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع؟ وأنت ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع أنا ماذا أفعل في عطلة نهاية الأسبوع لا أفعل شيئا مميزا يوم السبت أنهض في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا وأخرج لممارسة الرياضة ثم أعود للبيت وأعد وجبة الفطور أتناول فطوري أتناول فطوري ثم أقضي باقي اليوم في الكتابة ثم أقضي باقي اليوم في الكتابة وربما أخرج في آخر المساء إلى المطعم للعشاء مع بعض الأصدقاء ثم أعود متأخرا حتى الثانية صباحا ثم أعود متأخرا حتى الثانية صباحا وأذهب للنوم مباشرة أما يوم الأحد أنهض متأخرا بعض الشيء على الساعة التاسعة صباحا على الساعة التاسعة صباحا وأذهب لزيارة أبي وأذهب لزيارة أبي نتناول الفطور معا ونقضي الوقت في الحديث ونقضي الوقت في الحديث ثم أعود إلى البيت لأقضي باقي اليوم في العمل والكتابة لأقضي باقي اليوم في العمل والكتابة ولكن في بعض المرات ولكن في بعض المرات قد أذهب في رحلة قصيرة إلى مكان ما قد أذهب في رحلة قصيرة إلى مكان ما وأنتم كيف تقضون عطلة نهاية الأسبوع؟ شكرا على المشاهدة نراكم قريبا إلى اللقاء شكرا على المشاهدة